تلقى وزارة المال الموارد المائية والري تلقي تقريرا من رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف الاستعراضي من موقف مشروعات الصرف على مستوى الجمهورية أوضحت الوزارة أن هيئة الصرف تقوم بتنفيذ أعمال تطهير ونزع لحشائش المصارف العامة المكشوفة بصفة دورية بأطوال تصل إلى حوالي 22 ألف كيلو متر لعدد 4444 مصرفا وذلك للحفاظ على القطاع المائي للمصارف كما تقوم أجهزة الهيئة بتنفيذ أعمال توسيع وتعميق للمصارف المكشوفة للوصول الأورنيك التصميمي للمصرف بكميات حفر تصل إلى 10 ملايين متر مكعب سنويا